يا صباح الرضا والجمال وكل حاجة حلوة حبيبي تستهلوها النهاردة هنعمل مع بعض وافلز السحي للكيتو واللوكارب والكل لانواع الضايت الوافلز دوت مفوش ولا نقطة دقيق وكمان سحي ولزيز وهش وطعم وكده يجنن زي ما نشايفين وهتضيف معاه حبات من الفراولة عشان متابع الكيتو اللي غير الكيتو ممكن يجيف اي نوع فاكهة وبطريقة سهلة جدا وحتعجبك اوي 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 بصوا الشكل يوم يومي يلا نبدأ على طول وصفتنا اول حاجة هنجهز بولا وحنضيف فيها زي ما هنشوف كده اول حاجة بيضة واحدة الكمية دي ببيضة واحدة وحتضيف عليها بانيليا حوالي نص معلقة من البانيليا السيلة وهخلط المكونات كويس جدا مع بعض بتعمليها الصبح كده تحليلة ووجبة فطار مشبعة جدا حبتيجي بعد كده هضيف عليها هستخدم الكاكاو الخام انا هاخد معلقتين انا بستخدم كاكاو خام دريم اللي هو المر الغير محلق وحضيف عليها كمان معلقة كبيرة من سكر ستيبيا السكر اختياري لو حابة تزوجي بس معلقة بيطلع طعمه حلو لان احنا لسه هنحمل لها حشوة جوه وحضيف نص معلقة صغيرة بيكينج بودر وحقلب اخر حاجة هضيفها هتكون معلقة من الكريمة كريمة طهي كريمة خفك كريمة لباني المتوفرة عندك شايفين وحبتيجي اخلط كويس جدا انا هعملها في مكنة الوافلز طب انا ما عنديش مكنة وافلز يمانية لحعمل ايه في طوصة عادية خالص اكني بعمل بان كيك مفيش مشكل خالص تعمل معاك اتنين من البان كيك حلو وقوي بس بمكنة الوافلز بيطبعا هيبقى شكلها احليا هخلطها بس اهم حاجة كويس جدا جدا لحد ما تندمج وحبتيجي دلوقتي على طول اجهز مكنة الوافلز وسخنها وبتجي فرشة كده عشان اه اضمن ان هي ما تلزقش هبتيجي ان انا ايه مسحة فرشة بزيد جوز الهند او اه لو عندك سامنا بلدي او زيد زتون يفضل طبعا بلدي زتون عشان ما يدهش نكهة مش ظريف هبتيجي اقلب كويس 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 زي ما انا شايفين كده وهنزل القوان زي ما انا شايفين هي قوان بتاعها خفيف جدا هنقلقش خالص دلوقتي هنشوف مع بعض هتطلع هشة وطعمها حلوة جدا زي ما شايفيني الكمية عملت معايا اتنين من الوافلز ممكن نفس الطريقة هنعملها اتنين بن كيك في طوصة غير لاصقة تمام هقفل عليها وحسيبها يعني حوالي اه تلات اربع دقائق خمس دقائق بكتير وحفتح عليها ونشوف شكلها هيكون عامل ازاي بصوا حتة حلوة قوي قوي وكمان لذيذة وهشة حبتيجي اطلعها من مكنة الوافلز بالشكل دوت هتكون بردت معايا حنبتيجي نجهز لها الحشوة بتاعتها الحشوة بتاعتها معلقة جبنة كريمي ما عنديش جبنة كريمي مكعب من الجبنة الكيري او اي بريزيدون المهم بيكون طبيعي وحضيف عليه حوالي معلقة صغيرة جدا من سكر ستيبيا وكمان حضيف معاها نقطتين من البانيليا عشان الجيها تستحي الوافلز طب انا مش عايزة كل دوت ممكن كمان احط عليها بولت ايس كريم تبقى خطيرة ايس كريم الكيتو عملنا مع بعض اكتر من مرة ممكن تديفي عليها فكهة ممكن تديفي عليها زبدة الفول السوداني الاضافة اللي انت حباها دفيها عليها وده اختياري بقى يعني ده انت بداعي بقى في طبق كده وبخلي الطبق حلو كده ويكون لذيذ وبتأكل كده اهم حاجة انت تعمليه الطبق وانت بتستمتع عشان تكملي نظامك الصحي وانت مستمتع مفيش حرمين بناكل كل حاجة زي ما احنا شايفين سواء كيتو او اكل صحي بعمل معكم وصفات يعني ما فيهاش اي نوع من الحرمين عشان ان انت تستمري فيه الوزن المثالي مايبقاش فيه حرمين بنعمل حياتنا حياة طبيعية حياة صحية بنكل لنفسنا كله فيه بطريقة صحية زي ما احنا شايفين الشكل حلوة قوي حدخلها التلاجة بس دي قتين كده عشان تقدر ان انا قطعها تبقى متماسكة والجبنة الكريمية تمسك اكتر شايفين انا ما صبرتش عليها صراحة لان انا كانت شكلها حلوة قوي قوي وعجباني وعايزة اكل بسرعة مع فنجال كده من النسكافيه او القهوة بصوا الشكل عندك بقى اي نوع فاكهة هزيف معاها انا فراولة فراولة دي مجمدة معاها كده مع الجو الحر حاجة كده طعمها جميل اتمنى النهاردة الوصفة تعجبكم جربوا وان شاء الله هتعجبكم مستنية في تعليقاتكم كلامكم الحلو وتشجيعكم لي ودعمكم لي وما تنسوش تشوفوا الفيديو وتقولوا لي رأيكم وتجربوا الوصفة على طول هتعجبكم كمان حلوة اوي كمان للولاد وبالفة هانة وسحة واللايك يا حلوين واشوفكم بالفة خير وسعادة وبالفة عبية اشتركوا في القناة